بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعله الحزنة يا ربي إن شئت سهلا زيتم يا شباب عملي إيه طيب هيا المحاضرة دي بتتكلم عن الـ Adverse Reaction أو Side Effects أو الأعراض الجانبية المحاضرة بتبدأ في الأول بيعرفك يعني أصلا أعراض جانبية اللي هو الـ Definition و هتعرف من الـ Definition أن الأعراض الجانبية هي بس هو تأثير للدواء هو تأثير ضار أولا ثانيا أنه هو تأثير غير مرغوف فيه وغير مقصود بيحصل لما أبدأ الدواء سواء أنا بستخدم الدواء ده في الـ Treatment أو سواء بستخدمه في الـ Prevention يعني سواء أنا بستخدم الدواء كعلاج أو سواء أنا بستخدمه كوقاية وإصادة افتس أو الأعراض دي ليه عوامل بتأثر فيها بس هو هنا مش هيتكلم عن العوامل بتأثر فيها ممكن يكون لها محاضرة تانية بس هو هيركز أكتر على Adverse Effects نفسها إيه أنواعها وبتحصل إزاي وهل ليها علاقة بالدوز ولا لأ هل ليها علاقة بالاستخدام الطويل ولا لأ هل ليها علاقة بالمناعة أو لأ طيب هنبدأ بالـ Definition وبعدنا هيدخل لك في Types وهتعرف النواة بيقسمها لـ Predictable و Unpredictable و Continuous و Delete و Withdrawal طيب كل نوع من دول هنتكلم عليه هو هيركز أكتر على نوعين الأولينين في المحاضرة دي والأنواع التانية هتبقى كل واحدة سلايد أو اتنين كده بس هتعرف الفكرة بتاعته وهتعرف بس مجرد كمثال على كل واحد فيه طيب أولين يعني Definition قلنا Study effects هو تأثير تأثير غير ضار وغير مروف فيه وغير مقصود يبقى هو Harmful Unintended And undesired effects يبقى هو تأثير ضار مش مقصود وغير مروف فيه دي الدراج سواء ما استخدم الدراج ده في Prevention أو في Treatment of Diseases سواء باستخدمه في الوقاية أو سواء باستخدمه في العلاج الأدفيرس فكتس طبعا بتتأثر بعوامل كثيرة ال-A-G وال-6 وال-Liber Function وال-Renal Function بس هو هنا في المحاضرة دي مش هيتكلم على Factors على قد ما هيتكلم على ال-drug reaction ال-adverse drug reaction ذات نفسه وهيقسمه الأنواع وهيتكلم على كل نوع فيه هو الأنواع مقسمينها ABCDE طيب A و B هيبقى معظم المحاضرة طيب C و D و E هيبقى بس مجرد ديفينيشن كده أو تعريف عام ومساعل على كل واحدة فيهم وخلاص هنركز أكتر على طيب A و طيب B طيب طيب A هو ال-predictable adverse effects أو الأعراض الجانبية المتوقعة أنا بدي الدواء ده وعارف ال-mechanism of action بتاع الدواء ده وعارف من خلال ال-mechanism of action بتاع انه ممكن يعمل صادق افكتس 1 و 2 و 3 يبقى دي حاجات predictable وال-predictable دي في منها أنواع كتير هنتكلم برضو على كل النوع فيها وهما اللي هياخدوا معظم المحاضرين طيب B هو حاجات unpredictable حاجاتنا ما اقدرش هتوقعها وهو في منه نوعين أساسيين وقد نتكلم على كل واحد فيهم وبردو C و D و E هنتكلم على كل واحد فيهم كده 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 طيب هنبدأ الأول B أو أكتر جزء كبير في المحاضرة هو طيب A أو ال-predictable adverse effects العراض الجانبية المتوقعة اللي أنا بدي الدواء وعارف ان الأعراض الجانبية هتحصل وطبعاً ده متقسم لأنواع كتيرة حاجة اسمها side effects وحاجة اسمها secondary effects وحاجة اسمها toxicity وأنواع تانية كتيرة هنتكلم على كل نوع فيهم كده وندي مثال ونفهم ايه الفكرة العامة ايه احنا بنحفظ الأنواع بتاعت الحاجات التانية اللي هو ال-B وال-C وال-D وال-E عشان دول صغيرين ومعدة ذلك بيبقى ايه عشان نوالك في الاختيارات عاوز يقولك تفرق ما بين ال-A وال-B وال-C وال-D وال-E هتبقى انت تحافظ الحاجات التانية الصغيرة واي حاجة تانية هتبقى تبقى ال-A يعني فهو ال-A بيدخل فيه كل الحاجات دي هنتكلم عن كل واحد فيهم كده ببساطة يعني طيب بنبدأ الأول حاجة بالصيد effect وبعد كده هيتكلم على ال-Secondary effect وهيتكلم بعد كده على ال-Toxicity overdose دول ثلاثة أنواع من الطيب A ثلاثة أنواع من أنواع ال-Side effects اللي أنا متوقع ال-Side effects اللي أنا متوقع لها ال-B predictable يعني دول أول ثلاثة أنواع وأهم ثلاثة أنواع في الطيب A حاجة اسمها Side effect وحاجة اسمها Secondary effect وحاجة اسمها Toxicity overdose طيب هنبدأ الأول بالصيد effect خلينا نقبر لك الشاشة Side effects يعني ايه؟ يعني هو ال-Effect اللي بيحصل مع Small Therapeutic Dose لو أنا قدت لعيان جرعة صغيرة Small Therapeutic Dose هيبدأ تدي ال-Effect هيبدأ تدي عارات جانبية العارات الجانبية هسميها Side effects هي عارات جانبية بتحصل مع Small Dose يعني بيقول لك بيقول لك Yeah induced by Small Therapeutic Doses Due to extension of the effect of the drug to other body organs other than the diseased organs أنا لما بدي دواء الدواء طبيعي هيمتصة هيروح للبلازمة هيمشي في الدم هيمشي في الدم هيروح لكل أجزاء الجسم المكان اللي فيه الدواء هيشتغل فيه ده 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 الروس بتاع الدواء ده ده من مجرس الاستخدام الدواء انا بديه عشان يروح على المكان اللي فيه دي ده لطبيعي تصل بيت ان الدواء بيرح لأماكن تانية مش مطلوب انه يبقى موجود فيه طيب اديني مثال يعني يقالك الأتروبين الأتروبين ممكن استخدامه لو كان عنده تقلصات عنده كوليكس 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 يعني تقلصات فهو ليس باز موليتك إفت يعني بيقلل التقلصات بتاعة الأمعاء بس أنا لما بدي الدوة ده أنا عارف ان الدوة ده بيروح لكل الجسم وبالتالي هيبقى ليه تأثيرات على الجسم كله فهو بينشف الريق وبيعمل انحباس برضو في البول فهو بيعمل دراينيس أوف دا ماوس وبسبب تأثيره على الغلد اللعبي طيب ده ده سميه صايد إفتكت والصاد إفت الجملة المميزة بتاعته هو انه بتحصل مع سمول دوزس وبتحصل نتيجة ان الدوة بيحصل له اكستنشن لأماكن تانية مش مروف فيها يعني أنا بستخدم الدوة لمكان معين بس طبيعي ان الدوة بيمتص ويروح لبلازمة ويوصل للجسم كله فبالتالي هيعمل لي الصاد إفت بتاعته قلنا مثال اللي هو الأتروبين الأتروبين براسنباثوليتك يعني بيقل شغل البراسنباثاتيك هتأخذ الأتروبين في مكان يعني هي مشكلة المحاضرة دي في الأمثلة الأمثلة بيذكر لك فيها مثال اللي هو التفصيل وانت هتأخذه في مكانه يعني في المحاضرة بتاعته بعد كده فلو ما فهمتش المثال مش مشكلة بس على الأقل لو تربط المثال بالنوع بتاعه طيب النوع التاني هو سيكاندري إفتكت السيكاندري إفتكت هو إفتكت بيحصل مع النورمال دوز يبقى الفرق ما بين الصاد إفتكت والسيكاندري إفتكت والتوكسيستي هو الدوز لو أنا بدي سمول دوز وعملت سايد إفتكت وعملت أعراض جانبية هسمي الأعراض الجانبية دي سايد إفتكت ودي أعراض بتبقى متوقعة مع السمول دوز طيب لو أنا اديت نورمال دوز أو الدوز الطبيعية اللي بتتاخد وعملتلي أعراض جانبية هنا ساعتها هسميها ساكندري إفتكت طيب لو أنا اديت دوز عالية ساعتها هسميها ساعتها هسميها توكسيستي أو أو دوز يعني بدي دوز عالية عملتلي عارض الجانبية ساعت العارض الجانبية دي هسميها توكسيستي او هسميها اللي هي توكسيستي اوفردوزي يعني طيب يبقى كده عندنا الفرق ما بين السايد افكت والسكندري افكت والتوكسيستي اوفردوز هو الدوز لو انا اديت سمول دوز عملتلي باد افكت يبقى ديها اسمها سايد افكت والمثال بتاعها الأتروبي لو انا اديت دوز نورمال في النورمال سيرابيوتك دوز او الدوز الطبيعية وعمل تأثير دار ده هنسميه ساكندري افكت طيب لو انا اديت دوز عالية هنا هبدأ اسميها توكسيستي والثالث انواء عندهم داخلين تحت الطيب اي ما تنساش طيب في الساكندري افكت ادك مثال الأورال بروت سبكتر المانتيبيوتكس الموضات الحيوية واسعة المجال اللي بتتاخد بالفم انا لو انا عندي بكتيريا الانفكشن عندي عدوة بكتيرية في اي جزء من الجسم ممكن ادي مضادات حيوية بالفم مضادات الحيوية دي هتمتص بعد كده وتروح للبلد وتروح للمكان اللي فيه بكتيريا الانفكشن وتقضي على البكتيريا بس في نفس الوقت هي هتقضي كمان على البكتيريا فلورا الطبيعية اللي موجودة في الانتستن اماع بتاعتنا فيها بكتيريا طبيعية عيشة فيها اسمها بكتيريا فلورا لها دورين مهمين اول اول دور ان هي بتمنع ان البكتيريا الضرة تشتغل في الامعاء وجودها بيمنع البكتيريا الضرة انها تشتغل في الامعاء فبالتالي هي لها دور في المناعة ولها دور تاني فانها هي بتصنع اصلا فيتامين بي وفيتامين كي يعني هي البكتيريا نفسها بتصنع فيتامين بي وفيتامين كي وبعد كده ده بيروح للبلد والجسل اللي بيستخدمه فانها لما ادي بروت سبكترم انتبيوتك البروت سبكترم انتبيوتك ده هيقضي على البكتيريا الضرة وفي نفس الوقت هيقضي على البكتيريا النفعة اللي موجودة في الامعاء وبالتالي هيحصل تأثيرين ضريين اولا' الفيتامين بي والفيتامين كي هيقله هيقل التصنيع بتاع الفيتامين بي والفيتامين كي وفي نفس الوقت هيحصل عالتنا' Super Infection السوبر انفكشن ده بيحصل امتى؟ لما البكتيريا فلورا تموت فالبكتيريا الضرر تلاقي مجال لها فتعمل عدوى بكتيريا في الامعاء فزاعتها نسميها Super Infection يبقى البروت سبيبترم انتبيوتكس بتقلل الفيتامين بي والفيتامين كي سينسز وفي نفس الوقت بتعمل Super Infection ودول مثال للسكندر إفكت طيب التوكسيستي أوفر دوز بتحصل إمتى؟ دي بتحصل أولاً لما بتاخد جرعة كبيرة قوي الجرعة الكبيرة دي هتبدأ تدي تأثير زيادة عن اللي أنا محتاجه وبالتالي التأثير ده هسميه توكسيستي طيب يبقى هو كوز باي لارج دوز ديوتو اكسيسيف افكت اوز ادراج تأثير زيادة للدواء والدوز دي هتعلى نتيجة ثلاث حاجات إما العيان خد جرعة كبيرة أكتر من المطلوبة يعني أنا مطلوب منه ياخد مثلاً واحد جرام في اليوم فهو لا خد جي ياخد الجرعة خد مثلاً حبيتين مع بعض وخد اثنين جرام يبقى هذا خد دوز كبير أو إن العيان بدأ يقلل الوقت بتاع الدواء يعني بدل ما ياخد مرة واحدة في اليوم بدأ ياخد مرتين أو ثلاثة أو حتى اربعة في اليوم ساعتها بدأ ياخد الدواء أكتر بكمية كبيرة وبالتالي برضو الدواء هتزيد يبقى هو يعني هو بدأ ياخد دوز كبيرة عن اللي كانت مطلوبة أو يعني بدأ يزود الوقت اللي هو بياخد فيه يعني بدأ ما ياخد مرة واحدة في اليوم بياخد مرتين أو ثلاثة أو نتيجة وجود ديزيز دو أورجن بريزنس أو ديزيز دو أورجن يعني إيه لو الليبر مثلا الليبر فيه مشكلة عنده مريض كابد أو مريض كيلية مريض كابد و كيلية بنتطار إن إحنا نقلل الجرعة بتاع الدواء طبيعي عشان الورجن زيت تقدرش تتعامل مع داخلاش تعمل لها متابيرزم تقدرش تعمل لها إكسكريشن فوجود الديزيز دو أورجن ده يخلينا أقل الجرعة لو أنا ما قللتش الجرعة و اديتهم الجرعات العادية للأشخاص العادية بياخدوها فاعتها دي هتعتبر أوفردوز يعني هتعتبر دوز عالي فالدوز العالية بتحصل نتيجة هو العيان زود الدوز أعلى دوز أو أنه يعني بعدها ياخد الدواء أكتر من مرة في اليوم أو دراج بريزنس أو بريزنس أو بريزنس أوف ديزيز دو أورجن يعني موجود عضو في مشكلة وعضو اللي في المشكلة ده كانت مفروض لنا أقلل الجرعة ما قللتش الجرعة فاعتبر الجرعة العادية هي هتعتبر بالنسبة لأوبردوز وساعتها يحصل تكسيستي إيه الأمثلة ده تلات أمثلة عليه أولا الإنسولين الإنسولين لو عين بياخد إنسولين والجرعة زادت عليه الإنسولين مفروض بيقل بيقلل الجلوكوز في الدم فيبدأ يحصل هايبوغليسيميا والعيان ممكن يدخل في غيبوبة أو كومة المثال الثاني هو الهيبنوتيك دراجز أو الأدوية المنومة الأدوية المنومة لو ديتها بجرعة زادة قوي 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 ممكن تدخل العيان في غيبوبة الثالث نوع البيتابلوكرز البيتابلوكرز تشتغل على الهارت وتقلل معدل ضربات القلب لو أن ديتها بدوز علي قوي هتقلل ضربات القلب قوي قوي فبالتالي العيان يبدأ ضغطه يوطى ويدخل فيه هايبوتينشي يبقى الثلاث أنواع دول هم أول ثلاث أنواع من الطيب اي النوع الأولى يسمى سايد افكت والنوع التاني ساكندري والنوع التالي توكسيستي سايد افكت بتحصل مع السمول دوزس الساكندري افكت بتحصل مع النورمال دوزس الدوزس الطبيعية التوكسيستي بتحصل مع الأوبردوز والأوبردوز قلنا انه يحصل لك ثلاث حاجات ياما 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 يعني وجود عضو في مشكلة او الكديني والمثال على كل واحد فيهم اربط المثال بأي حاجة ممكن يسألك في الأمثلة ممكن يقولك المثال الفلاني ده نوع من الأنواع إيه؟ بيجبك في الاختيارات هل غير افكت هل ساكندري افكت ولا هل ده توكسيستي او أوفروز الثاكندري افكت بإدام ده ادامك مثال أتروبين الساكندري افكت بإدامك مثال متفصل مع ذلك ثلاث أمثالة الإنسولن الهيبنوتيكس او المنومات البيتا بلوكرز لو انت خدتها بجرع عالية ماشي ودك التأثير بتاع كل واحد فيه طيب النوع الرابع من الطيب ايه كل ده بنتكلم على اللي هو طيب ايه طيب ايه وان الطيب ايه في منه اضماع كتير اوي خدنا اول ثلاث انواع وربطنا كل واحدة فيهم بالدوز بتاعتها وعرفنا مسالة على كل واحد فيهم طيب النوع الرابع اللي هو الاياتروجينيك ديزيزيس يعني ايه اياتروجينيك ديزيز هو ديزيز بيحصل نتيجة الدوى يعني انا بدي دوى عشان يعالج حاجة معينة فاتفاجئ ان الدوى نفسه عمل لي مرض تاني يعني هو الدوى يعني عالج او ما عليكش بس هو عمل لي مرض زياده فوق اللي كان موجود يبقى هو الدراج بإنديوس ديزيزيس يبقى الدراج given for certain indication may induce another disease هو متاخد عشان سبب معين certain indication او مرض معين الدوى نفسه هيبدأ يعمل لي مرض تاني انا باخد اسبرين عشان اعالج به مفاصل مثلا او اقلل بالحرارة بتاعت الجسم اتفاجئ ان الديزيز ده عمل لي قرحة اه اتفاجئ ان الاسبرين ان انا اخدته عمل لي قرحة في المعدة او عمل لي مرض زياده او عمل لي برونكيا الازمة الناس اللي عندهم برونكيا الازمة او ازمة صدرية يعني اه مفروض ما ياخدوش اسبرين لان الاسبرين مع الوقت بيزود الازمة بيزودها وبيخليها اعنف من الاول فهو الاسبرين بيينديوس البرونكيا الازمة بيزودها وبيعمل بيبتك ألثر او بيعمل قرحة في المعدة او قرحة في الـ 12 يعني اسمها بيبتك ألثر بامة اياتروجينيك ديزيز اياتروجينيك ديزيز عمل tut td ديزيز qui او اشهر مثال هو الاسبرين الاسبرين بيعم بيبتك ألثر او قرح في المعدة وأنا أصلاً سأقضي عشان يعاجه بيه حاجة ثاني هو بأقضي عشان يعاج بيه حاجة فأيوم يعاملي مرات تاني طيب احنا كده مشي بنسبة لي النوع الخامس اللي هو الانتوليرانس الانتوليرانس خلي بالك احنا قلناهية حاجة اسمة طوليرانس وحاجة اسمة انتوليرانس الانتوليرانس هي عليك المتين بالزبط هو سوبا سيستيفي تصالي الافتس وسяют رج يعني العيان عنده حساسية زادة من الدواء الدواء بيدي تأثير اكتر من اللازم عند العيان ده يبقى هو Subasensivity أو Exaggerated Response to Small Therapeutic Dosis العيان بديله جرعات صغيرة اتفاجئ ان الدواء بيدي تأثير كبير اكتر من اللانا متوقعه الفرق ما بين الانتولرانس والصاد افكتس احنا نتكلم عليه في صالة اللي فاتت ان الصاد افكتس كان بتبقى نتيجة Small Dose وكان بتحصل بيحصل منها صاد افكتس معينة انا عارفها بينما هنا بدي Small Dose بس الافكت بتاع الدواء الطبيعي بيحصل زيادة الافكت بتاع الدواء الطبيعي بيحصل زيادة لو انا قدت ادرينالين الواحد عنده Thyrotoxicosis اللي عنده Thyrotoxicosis عنده Thyrotoxicosis عنده جسمه عالي ولما الثيرويد بيبقى عالي الادرينالين لما بيجي يشتغل بيدي تأثير زيادة اوي اوي نعم بجديره ادرينالين بيجي ضغطه عالي اوي 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 زيادة عن المتوقع انما الصاد افكتس التانية اللي كانت في الاستال اللي فاتت قلنا ان الصاد افكتس بتحصل نتيجة Small Dose وبتحصل نتيجة ان الدواء بيشتغل في اماكن تانية في اماكن تانية غير المكان اللي انا بديه عشان انما هنا ده بيحصل نتيجة ان الدواء بيدي تأثير زيادة عن اللذوق يبقى انا بدي Small Dose ألاقي الدواء بيدي تأثير زيادة وديك المثال هنا هو Adrenaline in Thyrotoxicosis يعني اديت الواحد ادرينالين امفروض الادرينالين بيعالي الضغط شوية بس الديته عند واحد Thyrotoxicosis ألاقي الضغط عنده عالي جدا 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 زيادة عنه لانا متوقعه يبقى واحد عنده الثيرويد عالي اديته ادرينالين الادرينالين ادي تأثير عالي اكتر من المتوقع طيب النوع السادس اللي هو Drug Interaction كل دي كل دي احنا نتكلم في طيب A وهي تاخد معظم المحاضر طيب Drug Interaction Interaction كده من المعنى هو بيحصل نتيجة ان انا لما بدي دويين مع بعض بدي دويين مع بعض الدويين ها يبدأوا يؤثروا على بعض بمعنى طيب هو Biological Biological Response Mediated by Simultaneous Administration of More Than One Drug Simultaneous Administration يعني ان انا باخد الدوام مع بعضه في نفس الوقت بيحصل تفاعل مبين الدويين يبدأ يديني عراض جانبية العراض الجانبية هي جانبية التفاعل ما بين الدويين دول مع بعض لو انا اددت كل واحد فيهم لوحده ما كانش هيعمل الاكشن ده بس لما اددتهم مع بعض عملوا Drug Interaction طيب MCQ وقف كده الفيديو وحاولت تحلل MCQ ديت وبعند شغل فيديو تاني طيب بالنسبة ل أول سؤال بيقول لك Bad Effects Consequent to Normal Therapeutic Actions of the Drug ايه التأثير السيء اللي بيحصل نتيجة Small Dose او بيحصل نتيجة Normal Dose بيحصل نتيجة Normal Dose احنا فرقنا ما بين الصيد افكت وان الصيد افكت بتحصل نتيجة Small Dose Secondary effect بتحصل نتيجة Normal Dose التوكسيستي بتحصل نتيجة Over Dose هو هنا بيسألك على الصيد افكت اللي بتحصل نتيجة Normal Dose يبقى الإجابة هي Secondary effect اللي هي B طيب السؤال التاني Hypnotic drugs may induce coma وده example for A يبقى هو يا اما هيسألك على نوع النوع نفسه بتاع الاعراض الجانبية او هيسألك على المثال يقول لك المثال بتاع اي نوع هنا بيقول لك المنومات ممكن تعمل غيبوبة ده تأثير لإيه؟ يبقى ده تأثير لتوكسيستي عندما ندت المنومات بجرعة عالية الجرعة عالية دي بدأت تدخل العيان في غيبوبة يبقى هنا ده نوع من التوكسيستي او السؤال الثالث Aspirin induced Brunkel asma as an example for الاسبرين عمل Brunkel asma الاسبرين اللي هو دوه عمل ديزيز يبقى ده نوع ايه؟ طبعا ده نوع اللي هو الاياتروجينيك او الاياتروجينيك ديزيز الدراج بيعمل ديزيز اسمه اياتروجينيك ديزيز طيب ادرينالين انسيروتوكسيكوزيس بديت العيان ادرينالين وهو عنده سيروتوكسيكوزيس السيروت عنده عالي ده موضوع يوسط الى الطوليرانس الانتوليرانس انع الادرينالينية قمت لأدرينالين ممكن يعمل انتوليرانس ده حساسيثة زيادة من الداوة ده يدي ادميران الضيادة حتى لو ندده بجرعات صغيرة يعني حتى لو ندده بجرعات صغيرة بيدي تأثير زيادة عنه ولا اسمه انتولرانس مش طولرانس تمام يا ولاد طيب احنا عارفنا بقى الانتولرانس الانتولرانس بالنفي ده معناها سوبر سينستيفيتي او تأثير زيادة للدوء عن الطبيعة المتوقع طب يعني ايه بقى طولرانس الطولرانس هيبقى العكس بقى هو التأثير بتاع الدوء بيقل انا بدي دوء عادية الاقي التأثير بتاعها اقل من الطبيعة الديفنيشن بتاعها هي قالك failure of responsiveness to the usual dose of drug يعني هو الفشل في ان انا اوصل للتأثير العادي بتاع الدوء يعني انا بدي الدوء بدي الدوء بجرعة معينة بتدي تأثير معين اتفاجئ بعد كم جرعة الاقي ان الدوء بدأ تأثيره يقل مع اني بدي الجرعة هي هي وعشان اوصل للتأثير الاولاني باضطر ان انا زود الجرعة عن الطبيعي بحتاج ان انا زود الجرعة عشان ارجع ليه التأثير الاولاني طيب هو طولرانس قسموا لك حكتين acquired congenital طيب acquired هو المهم وهو وهو اللي في منه حتى انواع فانتكلم عن الاقوائد الاول قال لك it's acquired failure of responsiveness to the usual dose of drug يعني هو acquired عن المكتسب يعني هو الاول كان بدي دوء وكان بدي response للدوء يعني كان بدي تأثير للجرعة العلاجية الجسم كان بدي تأثير للجرعة لانا بديها بعدين بعد شوية بدي ال usual dose العادية اللي انا بتعود عليها قال ان التأثير بدأ يقل التأثير بتاع الدوء بدأ يقل it's acquired acquired failure of responsiveness يعني بدأ ال response to the usual dose او الدوء الطبيعي اللي انا اشغال عليها وده بيحسن ان تكتل repeated administration يعني انا بدي dose للعيال ماشي بدوز الدوء بتدي لي response الطبيعي اللي انا عايزه بعد شوية بدأ ال response to the actual dose بدأ الجسم ما يديش تأثير للدوء دي وده بيحسن ان تكتل بدي الدوء ربعده على طول يعني انا لو قطعت الدوء لو قطعت الدوء فترة وريعتها دي هيرجع تاني للتأثير العادي بتاعه فالطول اللي انا اصلا بيحسن ان تكتل ان انا بدي الدوء ربعده جرعات ربعده على طول مستمر يعني فيش انقطعها فبالتالي عشان ارجع للدوزل العادية محتاج more drug more drug is needed to obtain the original effect يعني انا محتاج دوء اكتر محتاج جرعه اكبر عشان اوصل لل original effect يعني اوصل للتأثير الطبيعي اللي انا قد بحصة العادي اصلا في الاول اولا كتستريفيرزابل يعني بترجع تاني ببعنى ان التودرانس دي او الظاهرة دي بتختفي وانا اقفت الدوء مرة او فترة معينة هيرجع الموضوع هيرجع لطبيعي يعني هبقى قدي الدوزل العادية تانية هيرجع التأثير العادي بتاعي تاني فهو بتحصل نتيجة الاستخدام المتكرر للدوء الربط الادمستراتي وفي نفس الوقت بتختفي لو انا ايه بطلت الدوء لمدة معينة يبقى هو اقوائرد اول معلومة ان هو الاقوائرد طولرانس ده هو اقوائرد ماشي دي معلومة الاولية معلومة تانية بحصة نتيجة الربط الانستراتي ان انا باخد الدوء كذا مرة ورا بعضها بحتاج ادي لما بتحصل الطولرانس بحتاج ادي جرعة اكبر عشان اوصل بس للتأثير الاولاني يعني بزود الجرعة عشان بس اوصل التأثير الاولاني اللي قام بيحصل واستربيرزابولي يعني لو قفته شوية هبدأ الموضوع يرجع تاني زي الاول ايه اشهر مثال هو المورفين والبربيتوريتس المورفين اللي هو المورفين ده يعني زي ما تقول كده مخدر مش مخدر هو هو دواء هو كان دواء بيستخدم قبل كده بس هو بيعاش يستخدم بانه هو بيعمل بيعمل ابيوس يعني ادمان لما كانوا بياخدوه كذا مرة الجرعة والعرضاء بيبدأ التأثير يقل مع الوقت فالمورفين طبيعا اي دواء اصلا اي دواء بيحصل منه ادمان المدمن في الاول بياخد جرعة بسيطة بتديله التأثير بتاعها التأثير الكويس بتاعها بعد شوية بعد ما يتكرر ياخدو جرعات كذا مرة بيبدأ التأثير يقل فبيحتاج انه زاود الجرعة عشان يرجع بس للتأثير الاولاني فالمورفين اشهر حاجة هو المورفين والبربيتوريس البربيتوريس دي مهدئات بس هي يعني بقى يحصل منها ادمان فبقتش تستخدم وهي المورفين والبربيتوريس الاثنين دول حاجات بتعمل ادمان والنيتريتس ده دوا بيستخدم مع الزبحة الصدرية والكلام ده برضو هتاخده في مكانه بس يعني عرفوا هنا كمثالي فهو اشهر مثال الاقوائر توليرانس هم المورفين والنيتريتس والبربيتوريس او المهدئات طيب الكونجينتال توليرانس يعني ايه بقى كونجينتال اخوة مشكله وراثيه اصلا التوليرانس بيحصل من الاول يعني هو اصلا من البداية مش بيستجيب للدواء من البداية مش بيستجيب للدواء مش محتاج ان انا قد كذا جرع عشان التأثير يقدل لا ده هو من اول جرع اصلا التأثير اولاج عشان كده هي كونجينتال مش محتاج ان انا مش مكتسبة يعني مش اكوائر ده هي من الاول جرع خاص قالك في منها ريشيل يعني بعض بعض البشر اللي هم نيجرو الناس اللي هم بتاع وسط افريقيا مثلا قالك الافيدين مكتلى الميش بيعملش مدريزاز الآيفيدين مش بيعمل مدريزاز يعني اجداء الافيدين ورصية عندهم جينات معينة بتخلي الإفيدريت ما يعملش مدريز بقى ده من أول جرع ما فيش اطلا ريسبونز ماشي طيب حاجة ثانية سبيشيز معينة مثل الربتس الأرينب مثلا قالك الأرينب بنيديهم البلدونة البلدونة ده مشتق من الأتروبيين البلدونة مشتق من الأتروبيين بديهم بلدونة بلقيهمش بلاقي البلدونة مبيديش اي تأثير أصلا من أول جرع هوا مبيديش اي تأثير بيقولك الربتس توليريت تولارج أمانة بلدونة حتى رديتهم جرعات كبيرة هوا مبتأثيروش به خالص عشان هم علوم فى البلازمة بتاعتهم انزيم اسمه أتروبينيز احنا قد نقذنا انزيم تلك أتروبيين اسمه أتروبيين فالانزيم الي بيكسرل اسمه أتروبينيز فهما عندهم أتروبينيز بيكسر الأتروبيين والمشتقت بيضعتهم حتى البلدونة ما شئ قدت يتكره يتواجع الاتروبيين او اي مشتق بتاعه زي البلادنا انه يشتغل في الجسم لانه بيكسره خالص ماشي وفيه نعتريت برضه قالك individual tolerance حاجة بيروجي كالفاريشن يعني تنوع طبيعي موجود في الناس طبيعي population معينة او ناس معينين في بعض الافراد منهم هتلاقي عندهم tolerance لبعض الادوية ما بيستجيبوش لبعض الادوية ودي حاجة individual variation موجودة في اي population يعني existence within any population موجودة عند اي مجموعة من الناس بعض الافراد فيهم ما بيحصل لهم tolerance لبعض الادوية بيستجيبوش لبعض الادوية بس الموضوع ده بيقاش موجود في كل الكميونتي يعني بيقاش موجود في المجتمع كله بقى افراد معينين ودي بتقاني انت طبعا ده تيجي او عامل وراسي يبقى tolerance هو failure of responsibles عموما في منه نوعين acquired وفي منه congenital ماشي ال acquired هو acquired failure يعني الاول كان بياخد الدول وبيدي ريسبونز بعد شوية بيبقاش يدي ريسبونز الطبيعي ويحصل طوليرانس من اول جرعة خالص ودي حاجة جينيتيك في منها نوعين المشهورين قوي انه هو ال ايفيدرين ما بيعملش بدريازيس في النسل اللي هما النيجرو بتوع بسط افريقيا والنوع التاني المشهور جدا هو الربتس الربتس لما بتديها بيردونة ما بتستجيبش لانه عندها حاجة اسمه اتروبينيز انزاين واشهر مثال الاقوارد هو المورفين طيب هو هنتكلم شوية بقى عن الاقوارد ذات نفسه الاقوارد ليه ميكانزم يعني دي اصلا بيحصل طوليرانس ليه الدوز بتديش التأثير بتاعها بعد شوية والاقوارد برضو في منه كزا نوعا تتكلم عنهم بعد شوية طيب ان ميكانزمات في كزا ميكانزم ومش هتحفظهم بس انت تفهمهم كده تستوعبهم عشان لو جالك امسكيو ولا حاجة تبقى فاهم بس تتكلم على ايه طيب هو اول حاجة بمعنى ايه انا بدي الدوز الطبيعية للشخص بعد شوية لقيت ان الدوز ما بقتش تدي تأثير اجل ادور على السبب الاقي ان الامعاء ما بقتش تنتص الدوة ذا الاول فبالتالي تأثير الدوة بدأ يقلي مع الوقت دي واحدة من النظريات يعني اللي بتتكلم في الموضوع ده السبب الثاني ان ممكن يحصل يعني الكلية بدأت تخرج الدوة اكتر مع الدوز المتكررة بدأت الكلية تخرج الدوة بكميات اكبر من الاول فبالتالي الدوة بيخرج بسرعة من الجسم يعني بيعملش اكشن وبالتالي الدوز ما بقتش تدي التأثير بتاعها المطلوب السبب الثالث الممكن يحصل بمعنى ان الليبر بيعمل ميتابوليزم للدوة بيكسره زي ما انت معرفت في الفضمات ك Daniets قبل جدا بيعمل ميتابوليزم للدوة يكسره بمخلالأنزيمات الانزيمات دي مع الوقت لو حصلها اكتيفتي بنتاعها زادت نتيجة الدوة نفسه يعني هو الدوة نفسه زاود الانزيم فالنزيم تكسره بسرعة جدا فيبدأ الجسم يتخلص منه بسرعة وبالتالي التأثير بتاعه یه ليعнев ما Glasgow السبب الرابع ان ممكن يحصل سيلر ادابتيشن سيلر ادابتيشن بمعنى بيقولك سيلر ادابتيشن to the presence of the drug due to decreased sensitivity of receptors يعني المستقبلات لو الدواء ده من النوع اللي يشتهل على مستقبلات الخلية عليها مستقبلات على السطح بتاعها الخلية هتبدأ تتعود او بيحصل لها ادابتيشن او تكيف مع وجود الدواء وتبدأ حساسية المستقبلات نفسها تقلة للدواء المستقبلات بقتش تستجيب للدواء اللي بيجي يشتغل عليها بس عدد عدد المستقبلات نفسه هو واحد ثابت بس السنستيفتي او حساسيته بدأت تقل ما بقاش يستجيب للدوز بتاعت الدواء يبقى السيلر ادابتيشن يعني تكيف على مستوى الخلية نتيجة ان السنستيفتي بتاعت الريسبتور قلت او حساسية المستقبلات قلت طيب او السبب اللي بعد كده ممكن يحصل down regulation اصلا الريسبتور يعني الريسبتور اللي موجود على سطح الخلية تبدأ الخلية تسحبها لجوه تسحبها لجوها وتكسرها فيبدأ عدد الريسبتور على سطح الخلية يقل ما هو التأثير بتاع الدواء محتمد على حساسية الريسبتور وعلى عدد الريسيبتورس فلو انا قللت عدد الريسيبتورس وبتالي التأثير بتاع الدواء قلنا ما قدي دوزيس ألاقي التأثير بعد كده بتقل بسبب ان الخلية بدأت تتكيف اما من خلال انها قللت قللت حساسية المستقبلات او ان هي بدأت تسحب المستقبلات من على سطح من على السطح بتاعه وبتالي الدواء وبقاش يشتغل يبقى ايما يحصل يقلل السنسيبتور ايما يحصل يعني يبدأ يقلل عدد المستقبلات اللى الموجوده على الخلية يبقى وكان الخلية بتاكل يعني المستقبلات ودى بتحصل مع استمول تدخل ويرة ثم تشغيل الدواء تقلل عدد المستقبلات وبتالي وهذا يحصل مع الوقت مع الريبيتي دولز والتاني ده هيقلل الريسبونس بتاع الدول واشهر مثال فرض هو الإفيدرين سبب اللي بعد كده ان يحصل حاجة ديفلوبمينت اف انتي هرمون يعني لو انا ادخاني ان الدول اللي انا هديه هو اصلا هرمون يبدأ الجسم يطلع هرمون مضاد يعاكس شغل للهرمون ده يعني ابدل العيان انسولين مثلا ابدله انسولين عشان يقلل مستوى السقر في الدم بالعنى انسولين لا سيقلل الرließen الجسم بده يطلع مثلا جلوكاجون مضاد في الانسولين المضاد hose sign جنست انسولن . او جنست بارسرمون . لو انا بدي بارسرمون ده برضو هرمون . او انا بديهم بره ممكن الجسم يطلع هرمون عاكسه . هو الكالسيتون مثلا يعاكس شغل بارسرمون . يبقى يهل ميكانيزمه في اكواير تونرنس . قلك يهمها مشكلة في الابزوبشن اللي ما ببقادش تمدس كويس وبالتالي الضوء بقى اشيدي التأثير او مشكلة في الإكسكريشن الضوء بقى يحصل له إكسكريشن زيادة او مشكلة في الميتاموليزم بقى يحصل له متابوليزم زيادة او حصل سيلور أدابتيشن ان الحساسية بتاعة الريسبتور ده بدأ التقل او يحصل داون ريجوليشن عدد الريسبتور الثقل على سطح الخلية او ان يحصل انتي هرمون يبدأ يتكون هرمون مضاد للهرمون اللي انا بديه ماهي انواع الضوء بقى الاخورد تونرانس او انواعهم منها اول نوعلكالتاكف لاجس ايه تاكيف لاجس تاكيف لاجس معنى السواق بتديك معنى السواق بمعنى ان يحصل تونرانس العادي اللي هو ريبيت الدوز بيحصل لك منه تونرانس بس بحصل بسرعة قوي بمعنى بولاجس أكيوت يعني هو اكواير تولمس بتحصل بسرعة جدا بتحصل بسرعة جدا يعني ممكن لو احنا مثلا اكواير تولمس طبيعا بيحصل بعد اربعة او خمس او خمس مرات او خمسة دوز من الدواء لا ده بيحصل ممكن يحصل من تاني دوز على طول يعني اول دوز تلدي افت تاني دوز بقتش تلدي افت وده بقول لك الرجين الافكت تنوت بي ايبتن باي انقراز نجد دوز يعني بالتاج فلاجس دا لو انا زودت الدوز مش هيرجعني للتأثير الاولاني يعني هو هيختلف عن الاقوائر يتونادن بصف حكتير انه سريع جدا وان انا لو زودت الدوز مش هيرجعني التأثير الاولاني بتاعه لقول محتاج ان انا سأسيبه فترة عشان هارجع واخد القناة そうي Hollywood اللي تأثير تاني كذلك سيختلف عن الأقوار التوليرانس العادي في حاجتين أنه أولاً أكيوت قوي رابط بيحسب بسرعة جداً ثاني حاجة أنه هو الوريون الأفتت المش هتقدر تاخده لو زودت الدوز يبقى أنت هنا محتاج أن أنت هتوقف فترة طيب النوع الثاني هو حاجة اسمه كروس توليرانس كروس يعني العين عنده توليرانس من دواء معين أتفاجأ أنه حصل له توليرانس لدواء ثاني أصلاً هو ما أخدهوش بمعنى أنا ردت العين مورفين بعد شوية حصل منه توليرانس يعني المورفين ما بقاش يدي التأثير الطبيعي اللي أنا منتظره فجيت أديله بيثيدين أو دواء ثاني من بره لقيته عنده توليرانس من الدواء ده كمان طب أنا أصلاً ما جدش أديته الدواء ده قبل كده فالتبليه حصل لتوليرانس للدواء الجديد ده قالك لأنه هم المورفين والبيثيدين اثنين من نفس المجموعة فلو حصل التوليرانس الواحد فيهم بيحصل largely Millennials فالتاني مش محتاجة ندي كذا الجرعة منه كمانди وشي الحصول منه بالدواء تنسب على طول ؟ نعم زر Pasteur مورفين والبيثيدين كلهم مشتقط من نفس الدواء الأصلي فلو حصل طولرانس البعض فيهم بيحصل طولرانس للتاني على طول في عجل اسمها التشو طولرانس او اللي هو انتقائي بمعنى ان بعض الخلايا في الجسم يحصل لها طولرانس وخلايا تاني لا يعني لو عندنا دوة ملتي افكت يعني بيعمل تأثير على كذا تشو في الجسم على كذا مكان في الجسم ألاقي اماكن حصل فيها طولرانس الدوة بقاش يشتغل عليها بقاش يدي التأثير وفي نفس الوقت اماكن تانية لسه التأثير موجود زي ما هو فيبقى ده انتقائي شوية برضو بيحصل مع المورفين ألاقي بعض التأثيرات بتاعت المورفين بقاش تشتغل وفي تأثيرات تانية موجودة ما فيش ما حصلش منها طولرانس يبقى المورفين بيحصل له طولرانس بيحصل طولرانس للانالجيزيك افكت والرسباراتوري ديبريشون افكت يعني التولرانس المورفين يا أولاد مسكن بيسكن الألان وبيقلل عدد مع معدل التنفس ماشي؟ بيعمل انهيبشن ليه الرسباراتوري سنتر اللي هو مركز التنفس هو بيعمله انهيبشن فبيقلل معدل التنفس وليه مايوتك افكت يعني بيقل ببداء حدقة العين وليه كونستبيتنج افكت يعني بيقلل بيعمل مساك يعني فأنا مبدي الدواء ده بلاقي بعض التأثيرات بدأ التقل وبعد التأثيرات توقودة المورفين ما بديه بعد شوية بلاقي حصل منه طولرانس للانالجيزيك افكت يعني بدأ التأثير المسكن بتاعه يقل وتأثيره كمسكن يععل مت ببعدر للتنفس يعني بدأ يقل بس في نفس الوقت لسه مازال بيعمل ميوزس لسه مازال بداء حدقة العين ولسه مازال بيعمل امساك زي ما هو يبقى حصل طولرانس ببعض الأنسجة وبعض الأنسجة الثانية لها طولرانس انتقائي كده أو بيسميه تيشو طولرانس وفي نوع معين برضه من الأكوار طولرانس واحدة اسمها بكتيريا ريزيسسانتو انتبيوتكس عمدى الانتبيوتكس مش جسمي هو اللي بدأ تأثيره إلا ده البكتيريا اللي أنا بدأ عشانها المضاد الحيوي هي نفسها بدأ ما بدأت ما تستجبش أصلا أو المضاد الحيوي بقاش يدي معها تأثير بقاش يموتها فدي أنواع من الأكوار طولرانس يعني استوعبها كده في دماغك عشان برضه لو جال لك امس كده يبقى التاجي فلاكزيس، كروس طولرانس، تيشو طولرانس، وبكتيريا ريزيسسانتو انتبيوتكس ويديك مثال على كل واحد فيه طيب التاجي فلاكزيس أو هيتكلم شوية عن التاجي فلاكزيس وهيقول لك إن ميغانيز أكشن بتاعه والديفينيشن يعني دي حتة زيادة كده صعب نسألك فيها بس يعني هتحفظ يعني بس ايه الفكرة العامة بتاعتي طيب الديفينيشن يعنيه هو زي ما قلنا إنه هو أكيوت رابد ديفولومنت في أكوار طولرانس وهو أكوار طولرانس بس مشكلته إنه أكيوت رابد ومشكلته التانية إنه الإرويجنال إفكت بتاعته ما بتحصلش لما بزود الدوز ماشي؟ ما بتحصلش لما بزود الدوز الإكزامبل اللي عندي؟ الإكزامبل اللي عندي هو الإفيدرين خلي بالك عشان الإفيدرين والمورفين يتقرروا كتير فتبقى عارف إيه الإنواع اللي فينا مور فيه وإيه الإنواع اللي احنا بنتكلم فيها على الإفيدرين طيب هو النوع بتاعه إحنا لما تكلمنا عن الإكزام بتاع الإفيدرين لو تفتكر من شوية كده قلنا إن الإفيدرين ما بيعملش ميوزس ماشي؟ الإفيدرين ما بيعملش ميوزس ممكن ينجبالك في الأسئلة إذا ما بيعملش ميوزس ده نوع من أنواع إيه؟ هل هو تاك فلاكزس؟ ولا هل هو كونجينة التوليرانس؟ فالميوزس مع الإفيدرين ده تبع كونجينة التوليرانس إنما البلند بريشر مع الإفيدرين تبع التاك فلاكزس بمعنى إذا الإفيدرين قدته الحيوان متخدر، المفروض أن هو يزود البلند بريشر، لكن الديوزس اللي بعد كده هتبدأ ما تزودش بلند بريشر، خلاص التأثير بتاعها ده هيبدأ يقل مع الوقت لحد بعد شوية ملاقي ان اليفيدرين بقاش اصلا يقصر على الباب بشر خالص يبدأ التأثير بتاعه يقل بسرعة جدا جدا مع الجرعات اللي بعد كده من تاني جرعه على طول فبالحد ما يبدأ تأثيره يختفي تماما يقول لك اليفيدرين is given to an sensitized animal يعني اي حيوان متخدر هلاقي بيزود لطبريشر بس مع السبسيكوانت ايكوال دوزيس انه وانا ابدأ قدي الدوزيس اللي بعد كده من اليفيدرين اتريجولار شورت انتيرفلز يعني مع اوقات معينة اوقات معينة منتظمة يعني بدي مثلا كل ست ساعات او كل اربع ساعات او ايا كان مع الشورت انتيرفلز يعني ايه يعني اوقات معينة قصيرة هابدأ ألاقي ان بيحصل جراديوالي دي كريزنج رسبونس هابدأ ألاقي ان الراسبونس بدأ يقل بالتدريج لحد ما وصل في الآخر ان النوت شينجي في الباب بشر يعني ببقاش يأثر اصلا في الباب بشر طيب ايه الميكانيزمه في الكلام ده يعني ازاي اصلا افيدرين بيعمل الكلام ده قالك بمعنى ان الافيدرين بيشتغل على معينة اللي هي السامباسات الكريسيبتورس اللي هي الفا وبيتا ممكن يعني لو انت متعرفش يعني اصلا وبيتا وصل الحاجات لي هتخدها بعدين بس يعني افهمها دلوقتي افهم فكرة العام بتاعتها دلوقتي هو بيشتغل على رسبتورس بيمسك في رسبتورس المفروض كل موليكيول او كل واحدة من الافيدرين تمسك في رسبتورس تشتغل عليه وبعدين تسيبه وتيجي واحدة غيرة هتمسك على رسبتورس تشتغل عليه طيب اللي بيحصل ان الافيدرين بيجي يمسك في رسبتور ويشتغل عليه بعدين يفضل ماسك بقى ما يديش فرصة لغيره انه يشتغل فهو بيمسك في رسبتور يعمله تأثير مرة واحدة ويفضل ماسك فيه فبالتالي ما بيديش فرصة للجروعات اللي بعد كده من الدواء انها تشتغل على نفس رسبتور لانهو بيسيب منها ببطل جدا هيقولك يعني بمعنى يعني معدل انه يمسك في رسبتور المعدل بتاعه ده playing Premium بمعنى ان هو مستريعусов�를 لا يروض بالرسبتور بسرعة فبالتالي يفضل واقف على الرسبتور وليس يطدق غيره يشتغل وبالتالي everybody could tiene jara يعني قد جدي جرعا من الم dib time ان يجد شعع pikeραhy وتلاقي لسه في اصلا أجزاء من الم معدلين واقفة على البيتر ولا ي Gib wroteos فبالتالي تواجد حتى فرصة لغيره اني تشتغل فالتالي كل ماد opportunity اني ارقي كمية المستقبلات المتاحة لاختشته على الكتاب لأن المد supernatural ولكن الـ rate of dissociation ephedrine is moderate so fewer and fewer receptors are available كل مرة بدأ الجرع بلاقي عدد قليم من الريسيبتور زي لسه متاح ان انا اشتغل عليها لان الـ ephedrine بيستولى على الريسيبتور ويخليش موليكيولز تانية ان الـ ephedrine تجد تشتاكل يعني هو بيمسك في الريسيبتور ويسيبهاش وده النظيرة الاولينية قال لك ممكن او ممكن يكون بيحصل اصلا دون ريجليشن ريسيبتور يعني انا بدي زي ما قولنا قبل كده بدي الدواء بيحصل دون ريجليشن يعني يبدأ اصلا عدد الخلانة فقط اكل الريسيبتور ويبدأ عدد الريسيبتور نفسها تقل فبتالي كل مادة الجرعات ألاقي مفيش تأثير او ممكن يقول لك ان بيحصل ديبليشن افنور ادرينالين بمعنى ان الـ ephedrine بيشتغل على الريسيبتور والقازيباسي المستخدم الريسيبتور هي الإسوايا ويزود النور ابنفريل يعني تأثير دايركت ويشتغل على الريسيبتور هم يسبب عن الريسيبتور او يذهب تأثير كمان نور ادرينالين لان نور ادرينالين جاملا ممكن ي Gardens Lean قال لك بس قلنا مد الجرعات ألاقي تأثير تأثير الم Verg pet원 ويقب عن الريسيبتور nós كمية الريسيبتور ف lecturing ان المبكولها بسرعة وبالتالي ده ما بقاش يدي تأثير زي الأول يبقى يقولك بسبب ان يحصل يبقى هو تلاتة ميكانزمات بيخله الإفادرين ما بيقصرش على البلد بريشر أول ميكانزم ان بسبب فمع الوقت كمية الريسيبتور المتاحة بتقل السبب الثاني ان ممكن يحصل downregulation receptors ان الريسيبتور نفسها يبدأ عددها يقل السبب الثاني ان هو اصلا لي direct و indirect effect يعني هو بيشتغل directly على receptors و indirectly بيريليزه في نور أدرينايا فبالتالي لو نور أدرينايا يتقل من الجسم هو بعد شوية ما بقاش قادر يشتغل او التأثير بتاعه قل بقى يشتغل direct بس ما بقاش قادر جزء الثاني من ال effective اللي هو indirect بدأ يقل فبالتالي ما بقاش يأثر على blood pressure انزمات دي يا ولاد يعني ايه مش هطلوب منك تحفظها بس تبقى مستوعب فكريتها هما ثلاث نظريات كده يعني ايه خليهم بس في المعنى لان بالتسيلا طيب اللاسئلة ممكن تجي لك ازاي اه طيب دا سؤال كده acquire tolerance is all of the following exit كل دا acquired tolerance معده افتكد معي الانواع انتاجي نوع من acquire tolerance صح اكروس اكروس تمام الإفدرين مقال هنا sponsor خامة ماو Bolet إبراك بيظهر النظام 所以 اهم منه مثالين في المحاضرة المثال الاولاني الن Jn مثال ال Euódrom مثال الاكوار ومقال الاكوار المثال لا يكدها عن مبال empowering فتو أن المشارك ما أفück اشترك على مقال اروايد دع�� bize فالأمثلة هنا في المحاضرة مهمة عشان ممكن يسارك عليه. طيب هنتكلم بعد كده عن حاجة اسمها الدراج ابيوز. يعني ايه دراج ابيوز؟ طبعا نخلي بالك يا بطل الاول ان احنا دلوقتي لسه ما زلنا بنتكلم في النوع الاولاني من الادفيرس الفيكتس اللي هو طيب ايه. هنا عندنا اي بي سي دي اي. احنا رسنا نتكلم في طيب اي. طيب اي بيدخل تحته عنوان كتيرة اللي هو ان احنا بدأنا بها بالسايد افكت والاستاكندري افكت والتوكسيدوز والتولرانس والدراج ابيوز هو نوع كمان من الطيب اي. ماشي الحاجات اللي احنا قلت لك ان الطيب اي هياخد معظم محاضرة. فالحاجات التانية هتبقى بسطة ان شاء الله و هنعديها بسرعة. طيب يعني ايه دراج ابيوز؟ هو انك تدمن الدواء. تدمن الدواء وبيقول لك كده بكل بساطة. it's a phenomenon related to tolerance. هي ح الانسان اللي بياخد الدواء بدأ ايه يدمن الدواء ده. ماشي؟ اللي راج ابيوز بياخد شكلين. يقيم addiction. يقيم habituation. طيب الادكشن ده اللي هو الادمان الحقيقي. ادمان حقيقي من اللي عليه Psychic and Physical Dependence. يعني الجسم بدأ يعتمد على الدواء فيزيائيا ونفسيا. يعني ونفسيا محتاج للدواء وفيزيائيا جسمه فعلا محتاج للدواء ده. فمش قادر يبطلوا. فبيضمنه. على عكس الhabituation. الhabituation هنقول عليه انها psychological. او homogenal dependence. هو بس نفسيا متعلق بالدواء او متعلق بالشئ ده. بس لو وقفنا الشئ ده مش هيحصل. مش هيحصل malfunction. يعني الفونكشن بتاعتي ال body organs مش هتتأثر. بس سواء نفسيا هيحصل شوية disturbance كده عنه في المشاعر يعني. طيب بالنسبة للaddiction حقيقي بيقول لك هو physical and psychic dependence هو تعود فيزيائي ونفسيا. نفسيا. the body tissues becomes adapted on the drug to function normally. يعني اصلا الاورجانز بقت متكيفة على الدواء عشان تقدر تشتغل اصلا نورمالي. لو وقفت الدواء هيحصل مشكلة في الفونكشن مشكلة في الفيسيولوجي. يبقى. هو انزا دراج ستوبت صدني. لو انا وجيت وقفت الدواء ده فجأة هيحصل severe withdrawal symptoms. يعني هيحصل اعراض انسحبية. اعراض بتبقى شديدة او بيسموها برضو abstent syndrome. يبقى withdrawal أو abstent syndrome. اقول لك بعض симптомز الانسحاباتي بتبقى غالبا اه اه ريفيرس النورمل يعني على العكس النورمال فرماكولوجيكا الاكشن يعني لو انه دواء بيعمل اكشن معين لو انا اوقفته بيحصل الاكشن معكس. اشهر ادوية اشهر ادوية بتعمل اه ادمان هو المورفين والهيرويل اللي هي المهدئات. والإثالة اللي هو الكحليات يعني. طيب بالنسبة للhabitiation الhabituation ده مجرد تعود. تعود. بس اقول لك. psychological or emotional dependence مجرد بس تعود نفسي لو انا يتوقفت الدواء ده لو انا suddenly stopped the individual may develop some emotional stress بس مجرد تقلبات ميزاجية مش اكتر يعني No physical disturbance يعني مش هيحصله مشكلة physical مش هيحصله مشكلة functional اشهر حاجة طبعا السجاير والقهوة والشاي والحاجات دي الحاجات دي بس مجرد ما نوقفها بيحصل شوية مشاكل كده في النفسية يعني بس هو بيبقى يعني جسمه فيزيكالي او فيسيولوجيكالي نورمال يعني فوش اي حاجة طيب في نوع كمان السيتوتوكسيك افكت ده ده نوع كمان من الطيب ايه يعني كل ده كل الحاجات دي انواع من الطيب ايه طيب السيتوتوكسيك افكت هو drug may produce damage to cells in some organs يعني المادة الدواء العرض الجانيب بتاعه هيقتل الخلايا هيقتلها بس بس مجرد هيقصر في الفنكشن بتاعها او هيديني اكشن انا مش عايز ولأدها هيعمل نيكروزيس في الخلايا هي موتها اشهر حاجة البرستامول البرستامول يعمل يعني بيقص البرستامول لو خط بوراعة عالية قوي 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 يبدأ يحسن من توكسيستي ويموت خلايا الكبد هيموتها فيبقى يعمل هيباتيك دامج الهيباتوسايتس الخلايا نفسها بتاعت الليفر هيموتها والاستريبتوميسين كان يستخدم زمان مع التيبي في حالات السل كان يعمل أوتوكسيستي ونيفروتوكسيستي أوتوكسيستي كان بموت العصب السمح ونيفروتوكسيستي كان يعمل تسمم في الكليا كان يعمل رينا الفيلر طيب بممارو دامج حاجة زي كوليران في نيكول وهو مشهور بالموضوع ده بيروح على البممارو أو نخاء العظم يعني يبدأ يحسن فيه دامج وبالتالي نخاء العظم يقدر يكون لك قراءة دم وحمراء ولا بيضاء ولا صفائح دموي طيب كل الأنواع دي يولاد كل الأنواع دي تبعت طيب ايه؟ تمام؟ هندخل بقى في الطيب بي بعد كده طيب السؤال ممكن يجيلك ازاي؟ طيب سؤال اروح اضافله من are predictable adverse effects كل الحاجات اللي فاتي دي predictable طيب كلمة predictable اصلا طيب ايه؟ يعني نشيل كلمة predictable وحط طيب ايه؟ يبقى طيب ايه في ال adverse effects اسمه predictable طيب بي اللي هو ال unbredictable تمام؟ احنا نسمعها هنش طيب بي طيب ايه؟ يشيل كلمة predictable وحط طيب ايه؟ لو قلق unbredictable شيلها وحط طيب بي بقى كل اللي جاي ده طيب ايه معادة هل هو drug abuse او الhypersensitivity او الhypersensitivity كل الحاجات دي هتكلمنا عليها في الطيب ايه معادة بس الhypersensitivity دي ما هتكلمناش عليها والhypersensitivity هنتكلم عليها في الطيب بي ولذلك accept تبقى ايه؟ الhypersensitivity طيب هل انت هتحفظ الحاجات بتاعت يعني هتعرف تحفظ الحاجات بتاعت طيب ايه؟ او انت هتحفظ اكتر ان هما طيب بي و سي و دي و اي عشان هما كل واحدة نوع واحد او نوعين ومعها مثال وبقيت الحاجات بعد كده تبقى طيب ايه عشان انا اجدلك سؤال زي ده طيب دلوقت احنا خلصنا طيب ايه بريدكتابل adverse effects يعني اعراض كاتبية غير متوقعة بيقول لك are dose independent dose independent يعني مش معتمد على الدوز عشان كده مش متوقع انما الحاجات المتوقعة دي حاجات معتمدة على الدوز انا بدي الدوز و عارف انها لو عارفت الصاد الفيتس اللي هتحصل منها لو انا زودت شوية او لو انا قللت شوية كل دي حاجات متوقعة بالنسبة للدوز انما انواع تانية من من ال adverse effects اللي هي طيب بي تبقاش متعلقة خالص بالدوز يعني ايه ان كانت دوز اللي انت هتجدها صغيرة او كبيرة هي هتحصل وهي لما هتحصل ممكن تحصل بقوة قوي و مالهاش و قوة ال adverse effect او شدته مالهاش علاقة برضه بالدوز ماشي هوما دول نوعين بس اللي هو ال hyper sensitivity وال adiocenegracy ال hyper sensitivity او الحساسية من الدوز الحساسية ان واحد ياخد الدوز يجب منه حساسية يقول لك الوقت drug allergy و بتبقى acquired يعني مكتسبة unusual يعني مش طبيعي ان واحد يحصل او unusual يعني معناها ماشي هو qualitative يعني هي qualitative مش quantitative quantitative يعني هي بقى لها علاقة بالدوز فهي qualitative عشان مالاشت علاقة بالدوز و هي reaction to the هنتكلم الكلمتين كده عن رمضان hiber sensitivity ده المهم يعني النوع التاني من من ال type B هو ال hyper sensitivity وال adiocenegracy اللي كن دول type B يعني ايه adiocenegracy اداة ك adiocenegracy هو pharmacogenetic effect فارماكو يعني اللي علاقة بالدوز وال genetic يعني اللي علاقة بالجينات و بيبقى الشخص عنده genetic defect aaa genetic defect by the revealed use of drug هو يبتبقى مشكلة الشخص عنده مشكلة في الجينات لما بياخد الدوز بيحصل له adverse reaction مش المفروض ما بيحصل لطبيعي عند الناس فبنسميه adiocenegracy هنتكلم برضه كلمتين عن ال adiocenegracy دي طيب بالنسبة ال hyper sensitivity او drug allergy هي اقوائر طبعا abnormal reaction to the drug هي حاجة مكتسبة وابنورمال يعني حاجة مش طبيعية مش طبيعية مش طبيعية ان الشخص عنده allergy للدواء ويبتح صديقة antigen antibody reaction يعني هي antigen antibody reaction الشخص بياخد دوز الاولانية تحت الدواء الجسم بيتعامل مع الدواء على انه antigen ويبدأ يكون اجسام مضادة او antigen ضد ال antigen فيحصل antigen antibody reaction او ممكن ان الدواء نفسه حجمه صغير فالجسم لا يتعاملش معه لانه antigen لا ده هو الدواء يمسك مع البروتين ماشي في البلازمة مثلا يبقى الدواء والبروتين اللي اثنين مع بعض يبقوا هما ال antigen والجسم يطلع antigen ضده فيبقى هنا الدواء مش هسميه antigen لا هسميه hapten يبقى يما الجسم هيتعامل مع الدواء على انه هو نفسه antigen ويطلع عصاده antigen او او انه يتعامل اول ان الدواء يمسك في بروتين في الجسم فيبقى هو والبروتين مع بعض antigen فيبقى الدواء ساعتها اسمه hapten ماشي فبيقولك انه هو antigen antibody reaction وهو unrelated للدواء ما مش علاقة بالدواء سواء تدواء كبيرة او صغيرة ويحصل من انه هي برسل سيفتي التوكيوز لونزا دراج is given repeated لي ده هيحصل معا كزا مرة لان اول مرة هتاخدها الجسم هيبدأ يكون اجسامه ضده مش هيحصل اي reaction لسا الجسم يبيتأهب ولسا يتعرف على الدواء هتيجي تاخد بقى الدوز التانية بعد كده او الدوز التالتة هيبدأ بقى الانتيوازل اللي انت اللي الجسم عملها هتبدأ بقى تعمل ال reaction فيبقى مع تاني او تالت دوز الانس بقى عندهم حسال دواء معينة ونس لا بقى عندهم نفس الحساسية دي وبتحصل مع درجز كتير طبعا اشهرهم البنسلين والاسبرين وبعد انواع من ضد الحيوات التانية ماشي طيب الميكانيز و Fiber sensitivity يعني بتحصل ازاي قالت exposure to the antigen الجسم اتعرض للانتجن ده او الدواء الانتجن ده ممكن يبقى الدرج الانتجن ده يعني الدرج نفس هو ممكن يبقى الانتجن لو الدرج ده بروتين او هاي مونيكولارويت لو حجمه كبير الجسم يتعرف عليه على انه انتجن او بيقولك or the drug combined to one of body proteins to form a hapten او ان الدرج نفسه يمسك مع اي بروتين في الجسم ويبقى هو ده الانتجن يبقى هنا الدرج هسميه hapten مش هسميه انتجن ماشي طيب الانتجن او اللي هو الدرج يعني syncytized tissue to produce specific antibodies for which antigens بيروح بsyncytized tissue اللي هي يقصد بها يعني الخلال المنعية عشان تطلع antibody للانتجن بس في اول مرة ياخد الده ومش هيحصل reaction لسه الجسم بيطلع الانتجن الري اكسو بوجر بقى اتعرض تاني للانتجن للسيم انتجن يعني او السيم درج هيحصل antigen antibody reaction الانتجن antibody reaction عندنا انتبادي ماسك في الانتجن الانتجن دول هيروحوا لل most cells او خلايا يعني اسمع مص cells وغواها جواها histamine الي احسران هيحصل decranulation of these cells and release of mediators السل دي هيحصل لها decranulation ال granules اللي فيها هتفرع وطيبدأ تخرج histamine او مجموعة اوتوكايتز يعني اشارهم من histamine which produce manifestation of allergies الhistamine هو الي هبقى مسؤول عن الليرجي اللي هاتحصل طيب المنفستيشن والأكيوت الألرجي هو الأعراب بتاعتها هو يعني مشروحة هنا كويس بس هي حتتشيح لك أكتر مع موضوع الاميونيسي وتتشيح لك في أماكن تاني كتير عمومة مثل الألرجي والممكن محتاج تعرف يعني أنها ممكن تحصل أكيوت حاجة حادة أو أوصاب أكيوت متأخرها شوية أو ديليت متأخرها خوصا طيب المنفستيشن نظر معظمة بسبب الهستامين والحاجات الثانية اللي بتخرج مع المصد أولاً أنا هكاروت شوية موضوع الهايبرستيب ديت عشان غالباً هتستيقل في قوي يعني في الفرما وهتستيقل يعني في أماكن تانية أكتر يعني طيب بالنسبة للأكيوت الألرجي أو الحاجات الحادة أو بنسميها أنافلاكتيك ريكشن كلمة أنافلاكتيك دي مشهورة جداً ماشي؟ بتحصل في خلال ساعة هي أكيوت فبتحصل بسرعة جداً في خلال ساعة من الدرج أو ما تاخد الدرج مش للمرة الأولى للمرة التانية أو للمرة التالتة الرياكشن دي هيحصل بسرعة قوي في خلال ساعة يحصل في كذا شكل من أشهرهم حاجة اسمها أنافلاكتيك شوك أنافلاكتيك شوك الهستامين اللي بيطلع داولاد ليه تأثير على كذا حاجة أشهر حاجة انه بيعمل بصد يا لاتيشي بيوسع الأواعي الدموية والحاجة الثانية انه بيضيق بيضيق البرونكاي بيضيق الشعب الهوائي يعني هو بيوسع الأواعي الدموية بس بيضيق الشعب الهوائي هو بيعمل أنافلاكتيك شوك يعني ممكن يوقع ضغط الدم قوي وبسماعة ساعتها أنافلاكتيك شوك بسبب انه عمل بصد يا لاتيشي ممكن يعمل أكيوب برونكيا الأزمة ممكن يعمل لارينجيا الإديما بسبب انه عمل فزا راتيشن فإيضايا الحنجرة إيضايا اليومن بتاع الحنجرة يعني يحس إنه مخنوق يحس إنه مخنوق بسبب الأزمة ويحس إنه مخنوق بسبب اللارينجيا الإديمة ممكن يعمل جنراليز إرتكاريا يعني هورش في الجسم كله وده برضو يبقى بسبب الهستامين لأن الهستامين بيخلى العياني معاوز يهورش ويكونجنكتاي بايتس اللي والتهاف في الكونجنكتاي بفعة العين بسبب برضو بصدراتيش يبقى الأكيوت الألرجي هيدخل فيها نافلاتيك شوك، البرونكيا الأزمة، اللارينجيا الإديمة، جنراليز إرتكاريا ما حدش سيسألك في التفاصيل اللي قوي بس الصاب أكيوت الصاب أكيوتي حاجة بتحصل متأخر شوية بتحصل في خلال من ساعة لعباشر ساعة بتحصل في اليوم الأولين من الدوز بتاع الدوائع بهيئة بقى أعراض مش مفهومة كده أعراض غريبة شوية تبقى راش يعني طفح جلدي برونكيا الأزمة زي الأكيوت الحرارة يعني بيبقاش طيق الضوء، الضوء بيأثر قوي على الشبكة بتاعته يعني بيعمل له photosensitivity طيب بالنسبة لي حاجة هتحصل بعد ما أنا وقف الدواء بفترة، يعني أنا قدت له الدواء خده كذا مرة حصل منه بس الريأكشن ظهرت متأخر شوية ظهرت delete فده بتحصل، الدليت دي بتحصل بقى بس شديدة أولاية بتحصل بتعمل حاجة اسمها blood discrease يعني بتأثر على كل السلزة بتاعت البلد بتأثر على أول حاجة صفاحة دموية بتقلل صفاحة دموية فتعمل ثرومبوسيتوبينيك بيربرا ثرومبوسيتوبينيا يعني الصفاحة الدموية قليلة البليتليت قليلة فيعمل حاجة اسمها بيربرا فنسميها ثرومبوسيتوبينيك بيربرا أو تعمل agroneurocytosis agroneurocytosis خلي بالك ايه اللي في الاول دي عشان ننفي agroneurocytosis معناها انه يقصب بها يعني اللي هي البيوتروفيلز والبيزوفيلز والأسيدوفيلز بتبقاش موجودة في الدم بتموت أو تبقاش موجودة فهي حصل عنده حاجة اسمها agroneurocytosis والهيمروتيك رياتشان يعني قرات الدم الحمرة بيبدأ يحصل فيها تكسير هالحاجات دي دي ليت بس شديدة شوية طيب دي مانيفستيشنس طيب خلان نتقل على الإيدوسينيكراسي يعني إيدوسينيكراسي قولنا الإيدوسينيكراسي هي حاجة جينيتيك جينيتيك معنى ان عين بيبقى عنه مشكلة جينيتيك قديره الدواء يحصل بسبب الجينز اللي حصل فيها دي مانيفستيشن نجي فهو بيقولك الديبنش بتاعته هو وراسي اللي علاقة بالجينز ديوتو جينيتيك لان الشخص تعمده مشكلة في جينيات معينة نتيجة جينيتيك غالبا الجينز اللي حصل هو جين مسؤول على انزيم معين بتكون في الجسم وقتل عدم موجود الانزيم ده هيقدي الى الادفيرسل اكشن الادفيرسل اكشن هنا هنسميه إيدوسينيكراسي وبتحصل مع أدوية معينة في أشخاص معينين لأنها جينيتيك فغالبا ايه متبقى سبسي فيك شوية اكزامبل حاجة اسمها هيموليتك انيميا هو تبقى انيميا الفول طيب الشخص اللي عنده انيميا الفول عنده مشكلة في جين معينة قدت لانه عنده حاجة اسمها جي سيكس بي دي ديفيشنسي انزيم اسمه جولوكوز ستة فوسفيد دي هيدروجينيز او اختصارا جي سيكس بي دي ديفيشنسي عنده انزيم ده مش موجود وبالتالي لما بياخد أدوية معينة الأدوية المعينة دي بتعمله ري اكشن هيموليتك يعني بتكسر قرات الدم الحمرة عنده بسبب عدم بسبب مشكلة في جين قدت لعدم موجود الانزيم ده وبالتالي أدوية معينة تقدي الى ان عنده الحتة دي فيها تفصيلة برضه مش هنقولها دلوقتي هتتشرف في مكانها بعديده لو اتعرض الرجل ده الاكسيديزينج ايجنت اكسيديزينج ايجنت حاجة عامل مؤكسد او دواء ليه اكسيديزينج ايفكت او ليه دواء مؤكسد يعني الادوية دي هتكسر الاربسيز بسبب عدم موجود جي سيكسي بي دي اشهر اشهر دوائن السالفة والسالسيليج لوقت الشخص اللي عنده انيميا الفول ما بيقولش الفول لان الفول في مواد مؤكسدة في اكسيديزينج ايجنت وما بياخدش ادوية فيها اكسيديزينج ايجنت زي السالفة مضاد حيوي وزي السلسلات اللي هي الاسبيريد ادوية دي ما بياخدهاش عشان بتعمله تكسير في قرات الضم الحم طيب في حاجة ثانية اسمها ماريجنانت هايبرثيرميا بسبب برضو بياخد ادوية معينة الهلوثان الهلوثان بيتاخد في التخدير او ساكسنالكولين برضو ممكن يتاخد في التخدير ديوتو ماثوبا السلج كانت تخدمه ساكسنالكولين الساكولوب ما بتخزن جواها الكالسي بالمرأة الساكولوب ما تخزن قدار الساكولوب مستقبلات معينة يجب تأخذ الكالسيوم من الخلية وتضع منها جواه الرجل اللي بديه مشكلة في الابتيك التحضير LTP فالتالي عندما أبدأ أدوية معينة الأدوية دي تطلع الكالسيوم كثيراً وبالتالي الرجل ليس قادر يدخل الكالسيوم الجواه في وجود الكالسيوم من شكل كبير يقد أن الرجل في درجة حارته تذكر جداً جداً وبسبب انها بتعلى جدا جدا ممكن تقدي حتى للوفاية بنسمىها مليجنة هيبر ثيرما فالراجل ده ما يفعش ياخد هلوثان والتخدير ما يفعش تخدر بها هلوثان وما يفعش ياخد سخصنال كولين ان الادوية دي هتقدي انه درجة حارثة فعلى جدا بسبب انه عنده دفكتب ابتيكوف كالسيم دفكتب ابتيكوف كالسيم تصاركو بلازم كورتيكولم بتاعته مش قادرة تدخل الكالسيم جواها وبالتالي الادوية دي يفعش تديه عشان ما نخرجش كالسيم كتير وحارثة ماتعلقش كتير ماشي؟ حاجة كمان نسمى هل سكسينال كولين ابنية الرجل ده نفسه بيتوقف لما بياخد السكسينال كولين ابنيا يعني توقف في النفس تماما إيه بيحصل هو توقف في النفس بسبب انه عنده بلازمة سودو كولين استريز قليل البلازمة سودو كولين استريز قليل وهو انزيم اسمه بلازما سولوكلين استريز وده المسؤول على انه بيكسر الساكسنال كولين الانزيم ده لو مش موجود الساكسنال كولين مش هيتكسر وبالتالي هيشتغل كتير وهيوصل العيان ده انه مش قادر ياخد نفسه لانه بيعمل باراليسز للمسلز اللي هي الديافرام اللي هي بتشغل النفس لو حصل باراليسز للمسلز ده خلاص العيان ده هيتفاسه هيتوقف وممكن يموت ويحصل له هاتف اسمه ساكسنال كولين امنى فنفعش ندره ساكسنال كولين يبقى يبقى يعني هو عنده ديفيشنسي في الانزيم ده اللي هو اسمه بلازما سولوكلين استريز لو انزيم ده مش موجود ما يفعش ندره ساكسنال كولين عشان دتالي ممكن تقدي الى النفس يتوقف طيب احنا همه الديو سينيكا في سيه ثلاث امثلة مشهورين جدا لازم تبقى عارفهم هيموليتك انيميا يسموها فافزم او انيميا الفول وده بسبب مشكله في انزيم اسمه جي سيكس بي دي او اللي هو الجولوكوس التفصفية الدي هيدروجينيز الانزيم ده مش موجود هيحصل له الرياكشن ده اللي هو انيميا الفول لو اخد ادواء معانه زي السلفة او السلسلات بينك انت هايبرثيرمي عبارك اللي هو درجة حارته بتاعلى جدا لو اخد هالوثان او ساكسنال كولين وده بسبب انه عنده مشكله في الابتيك اوف كالسيم عنده جيناتك ديفيت مش بخليها ساركو بلازم كرتيكولر بتقدر تاخد الكالسيم ساكسنال كولين قابلية بتحصل بسبب بسبب انزيم اسمه بلازمة سودو كولين استريز اللي هو بيكسر الساكسنال كولين وبالتالي ممكن العين ده يدخل فيه قابلية طيب دول كلمتين عن بسبب ان هايبر سينستيبتي وإدوسينيكراسي وهم هم الممكن ان ندل بها طيب سؤال ان دول كتبان الابنورمال في درجة من تقاس الحالي ايه من دول بيحصل نتيجة أنتيجين أنتيبادة؟ طبعا مغير تفكير هو الهايبر سينستيبتي طيب ايه من دول ايديوسينيكراسي على ما هي الكتابة من الإستيباس الحالي اللي احنا قلناهم ستبقى اللي جاة بأوروبز أباط طيب يا ولادي احنا كده خلطنا الطيب اي والطيب بي وانه الطيب اي في منه انواع كتيره هم اللي خده مواضع محاضرة وطيب بي قلنا في منه دوين وانه كلمتان عن الهايبر سنستيبتي انه هو انتجين انتيبودي اي اكشن وانه مش بيحصل لكل الناس وانه هو في منه زي انواع اكيوت وصب اكيوت وديليت وانه اهم حاجة الاكيوت اللي هي الانفلاكتك شوك والصب اكيوت بيحصل اعراض كده مش مفهومة والطيب دي اللي هو الديليل الديليل الاكشن ده قلنا اللي هو بلود دسكريازيس او مشكلة في خلايا الدم يعني قلنا بليلتتس بتقل فيعملت سرومبوسايتوبينك بيرورة الجرانيولوسايتس او قرات الدم البدا بتقل فيعمل اجرانيولوسايتوسس قرات الدم الحام ريح سلفاته كثير فيعمل هيمورياتي كانوم طيب قبلنا طيب بلايين ٢٦ كمعادد هو الديياسينيكراسي او الديياسينيكراسي دم احد صبف وثلين أخبرنا مهمين تس wise ارد دم ثلاث اسب عارفين علشان اوج figures MCC طيب هم هذا اللات في طيب سي طيب سي كمع كلمة كإن كلمة continuous يعني طيب سي كنتينيووس continuous use یعن الاسبيد بتحصل بسبب الى استخدام الاستخدام الطويل استخدام الدواء لمدة طويل مثال واحد وهو الكورتيكوستيرويد بيعمل استيبروزيس بيكسر العظم العظم فيه منه نوعين من الخلايا استيو بلاست و استيو كلاست الاستيو بلاست بتبني العظم وتحتجسب الكلسام في العظم الاستيو كلاست متكسر العظم فكروتيكاستيرويد الكورتيكوستيرويد تقOTHER ت اللي هو الكورتيكوستيرويد طيب الـ Delayed Adversive Fix هو Type D حاجة الـ Delayed يعني حاجة بتحصل بعد فترة انها باخد الدوار مدة طويلة والتأثير ده هي يظهر متأخر قوي حاجة الـ Accords After a Latent Period From Chronic Administration يعني هو عين فضل ياخد الدوار مدة طويلة وعدين وقفه بعد فترة حصله بقى هم برضو معين تراتوجينيستي والكارسينيستي يعني ايه تراتوجينيك درود؟ طيب واتراتوجينيك يعني واحدة حامل خادة الدوار الدوار ده ادى لمشاكل خلقية او عيوب خلقية عند الجنين طيب الكارسينيوجينيستي او ميوتا جينيستي انه واحد اضلت عادي خاد الدوار ده فضل ياخده المدة حصل له مشكلة في الجينات بتاعته بدأ يحصل له تيومورس بدأ يتكون عنده او رغم كارسينيوما جاء من كانسر يعني فهو كارسينيجونيستي يعني جاء له كانسر بسبب الدوار وانه عنده الدليد يعني حاجب تحصل مع المدة الطويلة طيب هي تراتوجينيستيا دراج ميكوز كونجينيتال مالفورميشن كونجينيتال مالفورميشن انزافيتس يعني عيوب خلقية في الجنين سبيشيالي لو اتخذت في الفيرسي ترايمستر يعني في اول ترتشور لان اول ترتشور دول اللي هو ترتشور اللي الأورجنز بتتكون فيهم عند الجنين فدول بيبقوا خطر قوي انه ممكن يحصل مالفورميشن يحصل عنده عيوب خلقية ماشي؟ اشهرهم السيتوتوكسيك دراج السيتوتوكسيك دراجばいبقوا خطر قوي تثير متغر crOWN يعني يبقى كارسينوجينيستي او ميوتاجينيستي بيحصل ميوتيشن في جين يبدأ يحصل خلاة تتقاصر بطريقة غير طبيعية فتعمل ورم اللي هو التيومر يأثر على الجينات فبالتالي يعمل سرطانات اشهر حاجة النيكوتين اللي هو التدخين بيعمل كانسر لانج او مشكلة في اللانج اللي هو اورم في الرئة وهو ده طيب دي يعني فيش كلامتين اكتر من كده تراتوجينيستي وكارسينوجينيستي يبقى افتكر ان طيب بي في منه نوعين وطيب دي هو كمان في منه نوعين طيب بي اللي هو انبريدكتابول يبقى في منه نوعين هايبرسنستيفتي وإديوسينيكراسي وطيب دي قلنا اللي هو في نوعين برضو تراتوجينيستي وكارسينوجينيستي مشاكل في الخلقية والسرطانات وقلنا طيب سي النوعين اللي هو كونتينيوس في منه بس هو مثال واحد اللي هو كورتيكسترويدز وربطه كله بحرف سي يعني طيب سي كونتينيوس كورتيكسترويد بيعمل ايه بيعمل مشكلة في البون يعني بيقلل استوبلاست اكتيفتي فبالتالي يعمل بيكسر في العظم طيب طيب ايه اخر نوع خالص اللي هو الوزدروة الادفيرس افكت يعني الادفيرس افكت اللي بتحصل نتيجة الوزدروة او توقف الدون او الانسحاب اللي هي اعراض الانسحابية طيب انان انا اوقف الدون فجأة يعمل يعمل ريكشن عكس التأثير بتاع الدواء اللي هي أعراض انسحابين بديك برضو ثلاث أمثلة هنا قلنا البيتا بلوكرز البيتا بلوكرز زياد أظهر بنتخدمها عشان أقلل ضربات القلب فهي بتوقف البيتا ريسيبتور اللي هي سيمبساتيك فبالتالي بتقلل ضربات القلب فالبيتا بلوكرز لو أنا وقفتها فجأة يحصل بيتا بلوكر ويسترول هايبرتنشن وأنجين هايبرتنشن وأنجين يعني القلب هيو أصلا بيقلل ضربات القلب وقفته هيقوم ضربات القلب تسرع فلو سرعت قوي قوي هتعمل هايبرتنشن هتعلل الضغط وهتعمل أنجينة زبحة صدرية يعني بسبب سرعة ضربات القلب بيبقاش الدم اللي وصل للقلب كفاية فبالتاني بيحصل له أنجينة ده أو قلب القلم بتاع ان الدم مش حصل كويس بيحصل اسكيميا يعني بلوكرز وحاجة ده تشرح في وقتها يعني بس يعرف المثال كولوندين وزدروال لو أنا وقفت الكولوندين كولوندين أصلا بيستخدمه في الهايبرتنشن فهو بيقلل للضغط لو أنا وقفته أيوم الضغط عليه فيحصل لههايبرتنشن طيب الكورتيكوسترويد وزدروال اللي هو الكورتيزون لو وقفته يعمل حاجة اسمها دوسونيان كريسس هو الكورتيزون لو أنا فضلت خدته لمدة طويلة عندما يبدأ للجسم يعistani عليه نحنا ديitch الصوبريني اللي هيك verlierلن تقوم بحالة قرب كورتيزون plan لو أنا ديت كورتيزون من بارة هيبدأ الجسم يع verdi على الكورتيزون الممرة وأذ pelo percebase الصوبريني اللي يستطيع اللي توقف تصنيع ولو وقفت تصنيعまあ أي حاجة في الجسم فبتلوقتي الجسم بدأ يتعود على كورتزون المبارد لو جيت انا وقفته فجأة يبدأ الكورتزون اللي في الجسم يقل والكورتزون اللي في الجسم اللي هو جسم اللي هو قل هيبدأ يدخلنا في حق اسمه ادوثونيان كرايسس طبعا المانفستيشن يطلع الى ادوثونيان كرايسس مش عليك دلوقتي بس يعرف بس الكلمة دلوقتي يعني يعرف الديزيز بس ناشي دي الانجينا طيب يتلات امثلة مهمة عشان لو جالك برضو امسكيه طيب سؤال كورتيكوسترويد بروديوس استيوبروزيس استخدام الطويل لكورتيكوسترويد بيعمل استيوبروزيس بيكسر العضل وده مثال لإيه؟ لطيب ايه ولا بيه ولا سيه ولا دي ده طبعا قلنا بطبع حرف السي يبقى كورتيكوسترويد طبع طيب سيه اللي هو كونتينيوس فالإجابة هي كونتينيوس والإجابة دي مش موجودة فالاختيارات فتبقى none of the above ومش ديليد لان الدليد ده قلنا زي ما قلنا طيب دي الان بريدكتابل ده طيب بي وزدروال طيب اي بريدكتابل ده طيب اي الاولاني خالص يفتكر معاه كده الأسماء قلنا طيب اي ده اول نوع خالص ده المتوقع يبقى طيب اي بريدكتابل طيب بي طبيعي يبقى طيب سي ربطها بالسي السي كونتينيوس مع كورتيكوسترويد طيب دي ديليد والدليد قلنا في منها نوعين اللي هو التراتوجينيستي والكارسينوجينيستي وطيب اي الاخرانية خالص اللي هي الوزدروال افكت يبقى اخرانية النوع في الده تبقى وزدروال افكت تحاول تربط الأسماء بالأرقام ماشي النوع الثاني مثال كارسينوجينيستي طبعا النيكوتين والسموكين بتعمل طبعا السيتوتوكسيكوستروال لا تعمل كارسينوجينيستي انا اصلا بستخدم السيتوتوكسيكوستروال لكي اعالج السرطانات بس يمكن تعمل تراتوجينيستي لكي هاكتو perceptions ليشترال ıl خلصت محاضرة وهنا نستخدم المحاضرة اق Christians شخص سريع ف巻 تكمل كيف تسمي ان فيدي 테�viduty يل تقول ده يشمل الصاد إفكت لو تفتكر الصاد إفكت قلنا في أول محاضرة أن الصاد إفكت لي علاقة بالسمول دوز السمول دوز هتعمل لي هتعمل لي الأدفرس إفكت دي وقلنا المثال بتاعها اللي هو الأتروبيد والسكندري إفكت قلنا السكندري إفكت ده بيحصل مع النورمال دوز ومثال مثال البكتيريا لو أنت فاكر ماشي؟ الدراج أبيوز والتوكسيسي قلنا التوكسي دي بقى تاع أوردوزي أصد إفكت سمول دوز سكندري إفكت نورمال دوز توكسيسي تبقى أوفردوز وقلنا المثال بتاع الدراج أبيوز والإيهاتروجينيك الإيهاتروجينيك ديزيز اللي هو الأسبريد لما بديه يعمل لي قرحة يعني بديه عشان يعالج حاجة يوم هو يعمل لي مرض أصلا والدراج إنترأكشن قلنا عليها كلمتين والإنتولرانس كلمنا عليه والتولرانس اللي هو السوبر سنستيفتي حساسية زادة للدواء التولرانس لا ده الدواء أصلا تأثير بتاعه بيقل المتكلم ما شو عن التولرانس والتولرانس على فكرة مهمة يا أولاد وبيجي في النوع سئلة والصيتي توكسيك إفكت اللي هو الدواء بيقتل الخلايا اللي هو زي ما قلنا ببرستامول بيقتل الخلايا الكابل الامبر ديكتاب الباقة أو البي ده اللي هو دوز اندبند طيب إيه بس هو الوحيد لدوز اندبند الباقي بعد كده كله دوز اندبند مش محتمد على الدواء قصد الفيكس بتحصل بعض الناس مش كلهم وبي قلنا في منهم نوعين هو الهايبر سنسيتيفتي والايدوسينيكراسي كنتينيوس أو السي طبعا ربطناها ب انها كنتينيوس فتبقى لونج تيرم يعني استخدام طويل وربطناها بحرف السي تبقى كورتيزون بيعمل ايه؟ بيعمل مشكلة في البون طيب دي ليد طيب أو طيب دي حاجات تحصل مع فترة طويلة من كورونيك المستريشن لما باخد الدواء فترة طويلة بيحصل بعد بعد ما بطر الدواء فترة بيبدأ يدى اليفكت يزهر وانا النوعين بتوع الواتراتوجينيستي اللي هي المشاكل الخلقية في الجنين والكارسينوجينيستي اللي هو يحصل كارسينوجينيستي وميوتوجينيستي وميوتوجينيستي يعني انه يحصل مشكلة في الجنينز يعني فيبدأ يحصل تكون او رامع ووزدرول طيب ايه؟ وقلنا الوزدرول دينا منه ثلاثة امثلة بتوعه وانه لو انا وقفت الدواء فجأة يبدأ يحصل ريباوند ري اكشن يعني دي اكشن عكس الدراج كان بيعمله حتى هو الجدول ده ما جمعلك فيه الانواع اللي هي بتاع طيب ايه؟ انواع اللي هي بتاع طيب ايه؟ اول نوع قلنا عليه اللي هو وده اللي بيحصل نتيجة ان الدواء تانية مش لانا قطعين مش لانا كنت قصد بها وده بيحصل بالسمول دوز اندوزد بي سمول دوزدو اكشنشن او افكت او دراج تو اثر بادي اورجنز اثر دي زيزدو اورجنز يعني بيروح للبادي اورجنز التانية غير الدزيز دي اللي انا قطع اصد ان الدواء اشتغل عليه السكندري ان السكندري بتحصل مع النورمال دوزدو هو باد افكت كونسيكوانت ونورمال ترابيوتو الدوزدوز طيب الدراج ابيوز خلي التوكسيستي مع الاثنين الاولانيين التوكسيستي هو الوبردوز بتحصل نتيجة اللارج دوزدوز باككسيسب افكتو في دراجة دراج بيبدأ ادي تأثير زيادة عن اللي انا قد تعاوزوا منه فده بيقولك اما ازود الدوز اللي انا بخدها او ازود الطايم ازود عدد المرات اللي انا بخدها او ان يحصل لو الراجل اللي اعمله اورجن حاصل فيه فلير او مش شغال كويس داي الليفر مسلا مش شغال كويس او كيليا مش شغال كويس ده هيخلي مفروض ندي جرعات قليلة لو انت حتى جرعات طبيعية تبقى بالنسبة للعيان دي هي جرعة عالية لابتالي ممكن يحصل له توكسيستي او او اوبردوز وانا الدراج ابيوز دي فنومنا لها ريليشن مع التودرانس وفي منها نوعين اللي هو اللي هو الترو دراج ابيوز اللي هو فعلا مش قادر يتخلى عندها فزيكالي وفزيكال محتمد على الدواء فزيكالي يعني جسمه فعلا محتمد على الدواء لو وقفت الدواء هيحصل مالفانكشن الجسم مش هادر يشتغل وهبتويشن اللي هو بس مجرد تعود نفسي كده زي الشاي والقهوة والحاجات طب اياتروجينيك ديزيز اللي هو الدواء يعمل لديزيز دراج انديوز ديزيز ديزيز يعني اه 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 امراض نتيجة الدواء نفسه اه دواء بديل سيرتن انديكيشن يعمل لانظر ديزيز دراج انتراكشن دراج انتراكشن هو بيولوجيكال اسبونس ميدياتي باي سيمانتينيس ادمينستريشن دراج دواء مع بعض هيبدأ يحصل لي الرياكشن الرياكشن ده اللي هو ما بيحصلش في الطبيعي مع اي دواء فيهم بس بيحصل لما بدي الدواءين اه مع بعض طيب في حاجة اسمها الانتوليرانس او سوبر انتوليرانس اللي هو عكس التوليرانس يعني انتوليرانس بيحصل او زيادة في الاكشن بتاع الدواء غير متوقع طيب التوليرانس قلنا هو بقى العكس اللي هو مش قادر اصلا اه مش قادر اصلا يدي تأثير وانه فى منه نوعين كونجينتا واو اكويرد التنمينا عن كل نوع فيهم والامثال وانه صيتو توكسيك افكت صيتو معناها خلايا وطوكسيك معناها سام من الخلايا يعني منه يموت الخلايا وانه اشهر المثال اللي هو البرستامول بقى الدراج مي بروديوس دامجتو سيل هو الجدولات تكمله للجدول اللي فات اذاكرك لك في الامثلة او النوع اللي هو اصد افكت اللي هو اتروبيل يستخدمه عشان اعليك بالكوليكس يوم هو يعمل لي اه 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 افكتا على اه ارغانز تانية هذا النوع بيعمل دراينس للماؤنث يعني بينشف الريق ماشي يقولنا النوع التاني اللي هو سيكاندري المثال بتاع اللي هو الباكتيريا باكتيريا فلورا والادكشن اللي هو النوع التاني اللي هو دراج ابيوس ده السطر بتاع دراج ابيوس بيعمل اشهر مثال مورفين والهيروين والمنومات اللي هي باربيتوريس وطبعا الكحول والهبتويشن اللي هو السجائر يعني والقافي اللي هو الاهوة والكلام ده طيب النوع التاني اللي هو الاوردوز اللي هو الاوردوز نودية انسولين باوردوز هيعمل هيبوكلاسيميا هيوطي السكر جدا وممكن داخل العين فاكوم وبرضو المنومات اللي هي الهبنوتيكس ممكن تاندوس كومة تعمل كومة بسبب ان انا لو اديتها بقرعات عالية وبرضو البيتا بلوكرز و اديتها بقرعات عالية تعمل هيبوطيشن هي اصلا الطبيعي انها بتقلل ضربات القلب شوية بس لو اديتها بقرعات عالية هتقاول ضربات القلب قوي ومعانا تعمل هيبوطيشن ومثال الاسبيرين ده اللي هو بيعمرنك الازمن هو الاياتروجينيك ديزيز ومثال الادريناليم في السيروتوكسيكوزممممي مثال اللي هو التوليرنس التوليريans وسوبر سنستيفتى ويرتهما بإشتراف لقد قولنا منه اقوائر في منه كونجينتل والأقوائر في منه مورفين والنيتريتر ويرهما به شديدك وكرتants من حلقة المورفين والكونجينتل من حلقة كونجينتل لقتحت الناس اللي هم من غ pandemia اللي بدرين عندهم يقوم مبائل عاليزيز بnadريزية الارانب البلدوننا بتعملش او ف purl لانه عندهم اتروبينيز انزاين وانديفيدوال طوليرانس اللي هو ما بين شخصا للتاني شخص ممكن يكون عنده طوليرانس بقاش موضوع عن شخص التاني والاخران اللي هو الهيباتيك دامج اللي هو السيتو دوكسيك افكت اللي هو البرستامول بيعمل بيكسر الدم وبيكسر الخلايا الكابل والاوت سكسيستي والنيفرو تكسيستي اللي هو ما بيسمعش وبيحصل له رينالفلير او فاشا الكالوي بسبب الستريبتومايسان وده بقاش استغادر من دوقتي السريبتومايسان وبهم بردامج يعمل مشكلة في نخاع العظم واشهر حاجة دي هو الكلورانفينيكون طيب كل دول كانوا طيب ايه طيب بيبقى اللي هو الانبريدكتابل في منه نوعين هو الهايبرسنستيبتي وكاننا عليه وقالنا هو اشهر كنا فيه انه هو انتجين انتيبادي رياكشن واشهر مثالين دي هو بنسيلد وانواع التانية مضادر حي اديوسينيكراسي اديوسينيكراسيدي مشكلة جينيتيك اولنا التالة امثلة هو هاميروتك انيميا انيميا الفول عنده مشكلة في انزيم جي سيكس بي دي والراجل اللي هو بتاع هيروسان او ساكسنال كورين يبدأ الكالسام يعلى عنده اول بسبب انه ديفكتب في الابتيك والساكسنال كورين قبلها اللي هو ما عندهش الانزيم اللي هو بلازما سيجده كورين استريز انزيم وبالتالي لو بديته ساكسنال كورين ممكن يحصل له شلل في عضوات باعة التنفس ويبدأ يحصل له ساكسنال كورين أبنية بس كده شكرا يا شباب شباب